اتفقوا على منجم النفايات فأخرج القرار من الأدراج لتوزع الحصص طائفيا ومناطقيا ويخرج الجميع راضيا إلا المواطن اللبناني الذي تظاهر مطالبا بحقه فوجها بالعنف وإلى العلن خرجت حصة كل مسؤول مع فضي عروض المناقصات وبقيت مسألة المطامر عالقة إذا مطمر النعمة بيحمل أو بيقدر أهالي النعمة يعطوها الستة شهر بيكونوا عم بيقدموا شي كتير للوطن إذا بيقدروا أهالي أي مناطق لحظة 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 أنا ما عم أقول شي أنا قلت إذا بيقدروا أنا قلت إذا بيقدروا ما عم نفتش عن ضحايا ما عم نفتش عن ناس تعتبر حالة أنه ظلمي أنا بقول هذه المطامر ضرورية ما عم نبحث عن مليون مطمر ما عم نبحث عن مليون مطمر ما عقولي حدا عايش ب760 مكاب مشكلة المطامر ستعرض في مجلس الوزراء طبعا بالعروض موجودة مطامر ما رح أعمل عنها كشف أنا اليوم لأنه إذا قلت أي مطمر ما بعرف شو بيصير عند الناس من شعور لغا من أنهم قدمين بشكل واضح حيثهم مجلس الوزراء سيتخذ قرارا في موضوع المطامر بالغد إن شاء الله ما فينا في هذا البلد نشتغل بدون ما يكون عندنا مطامر نحن عم ننزل المطامر لأعداد قليلة نردم فيها ما يسمى بالردميات الإنر عوادم يعني ما رح يكون فيها شيء مؤذي هاي دي رح ينعمل لها تغليف اسمه جيمين برين بنعمل لها أشياء تسحب منها الغاز بعدين بنولد منها كهرباء وبنعطي المنطقة وبياخدوا حوافز ما بعرف أنا مين هو هذا الغبي اللي قدر يقول للناس إنه المطمر بيوازي مكب هاي دا غلط ولكل الشركة فازت عرابها السياسي وهم كالتالي شركة لفاجات لصاحبها أنتوان أزعور الذي تشارك مع الشركة الإيطالية داركو ففازت بنفايات بيروت وللتذكير أزعور هو شقيق وزير المال السابق جهاد أزعور المحسوب على التيار المستقبل والرئيس فؤاد السانيورة على وجه التحديد شركة بيوتاك لصاحبها زياد يونس المقرب إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفازت بنفايات الشمال شركة الجهاد للتجارة ويملكها رجل الأعمال جهاد العرب ومعه قاسم حمود تقدمت إلى المناقصة متحالفة مع شركة سوريك البلغارية وفازت بنفايات البقاع والعرب هو الأداة الاقتصادية التنفيذية لآل الحريري في لبنان أما حمود فهو مقرب إلى رئيس مجلس الجنوب قابلان قابلان المنبثق عن دولة الرئيس نبيه بري شركة الجنوب للأعمار لصاحبها رياض الأسعد ودخلت المناقصة متحالفة مع شركة هيرا الأسبانية وفازت بنفايات بعبدة وعلي وشوف ويعرف الأسعد بعلاقته المتينة بوليد بيك جنبلاط وكان قد أسس معه شركة للنفايات سابقا قال إنها لم ترى النور وفضة الشراكة شركة ورد التابعة لرجل الأعمال شريف وهبي فازت بنفايات الجنوب مع شركة كويتية ووهبي جاء من عالم الرياضة والمنتديات الرياضية قد نفذ مشاريع تلزيم أوتستردات وهو مقرب إلى دولة الرئيس بري شركة سايفكو إندفكو التابعة لرجل الأعمال نعم فرام وفازت بنفايات المتن وكسروان وجبيل ولفت في الموضوع أن سعر طن النفايات في لبنان بقي الأغلى في العالم حتى مع هذه الشركات الجديدة إذ كان يصل السعر إلى مائة وخمسة وخمسين دولارا مع سوكلين وأصبحت أسعاره اليوم مع الشركات الجديدة على الشكل التالي مائة وواحد وسبعون دولار للطن في المتن وكسروان وجبيل أي بيوتك مائة وثلاثة وخمسون دولارا للطن في بعبد وعلي وشوف أي الجنوب للإعمار مائة وتسعة وتسعون دولارا للطن في البقاع أي جهاد العرب ومائة وواحد وخمسون دولارا للطن في الجنوب أي ورد أما بيروت التي فازت بها لفاجات فوصل سعر طن النفايات فيها إلى مائة وثامنية وستين دولار علما أن السعر المنطقي يجب أن لا يتجاوز أكثر من تسعة وخمسين دولارا بحسب عدد من الخبراء وبذلك اختلفت الأسماء التي ستتولى نفايات البلاد وبأسعار يصح فيها القول من تحت الدلفة لتحت المزرب ألين حلاق قناة الجديد